لم تتوقف المواجهات في الضالع بل تشتد لتدخل في مرحلة هي الأعنف يسعى من في هذه المحافظة إلى التخلص من بقاء ميليشي الحوثي والمخلوع ليتنفسوا الصعداء هذا ما تؤكده الأخبار القادمة من جبهة القتال بشكل يومي قصف وقنص للمدنيين على يد الميليشي والمخلوع الذين يسعيان لتعوذ خسارتهما في المواجهات مع المقاومة الشعبية المعارك الأخيرة في الضالع تركزت في مناطق يعيسو العرفاف حيث سعت الميليشي بعتادها ومقاتليها للسيطرة على مناطق خسرتها في المعارك السابقة لكن ذلك لم يتحقق بسبب الانتشار الواسع للمقاومة الشعبية على خطوط الجبهة الأمامية وأفادت مصادر ميدانية أن الميليشي قصفت قرى لكما وصولا بالمدفعية خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية مخلفة ضحايا مدنيين المصادر ذاتها أكدت أن المقاومة الشعبية دمرت سيارة تابعة للميليشيا على متنها ذخائر متنوعة كانت متجهة إلى جبل ناصا المطل على قرى موريس جبهة حمك إلى الجهة الغربية من المحافظة هي الأخرى تشهد الشباكات المتقطعة في المناطق الممتدة على الحدود بين الضالع وإب حيث تتواجد مليش الحوثي والمخلوع المعززة عسكريا من محافظتي ذمار وإب لم تخضع المعارك في الضالع الحدود الزماني والمكان فتطورات فيها تتسارع والمعركة تعيش حالة مدى وجزر إلا أنها تنتظر النهاية ليعلن أبناؤها محررة من الميليشيات اشتركوا في القناة